وفيما يخص الحالة الوبائية عادت أعداد الوفيات بفيروس كورونا المستجد إلى الارتفاع مجددا بعد تسجيل 16 وفاة مقارنة بـ 12 تم تسجيلها يوم أمس ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 9,423 حالة حسب التقرير اليومي الذي تصدره وزارة الصحة ورئاسة الوزراء وذكر الإجاز أن عدد الإصابات الجديدة المسجلة بلغ 841 حالة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 734 ألف وتسع وثلاثين وانخفضت نسبة الفحوصات الإيجابية إلى 3.4 مقارنة مع 4.1 في اليوم السابق في حين يبلغ عدد الحالات النشطة حاليا 11.285 حالة